السلام عليكم أتواجد الآن في قلب واحة يبرين وبالتحديد فوق تل مرتفع معروف باسم تل برقبة وأشاهد أمامي ما تبقى من واحة عظيمة كانت قبل آلاف السنين تنبض بالحياة وتضم مختلف أنواع الحيوانات والنباتات عندما كانت الظروف المناخية رطبة ومطيرة يبرين هي البوابة العريقة للربع الخالي حتى أن الربع الخالي كان يعرف باسم رمل يبرين الربع الخالي كان نكرة يعرف نفسه بالاتكاء على يبرين يسكن يبرين الآن قبيلة آل مرة العريقة لكن يبرين عمرها آلاف السنين في هذا الفيديو نوثق بعض المباني الطينية الأثرية الموجودة في الواحة قبل قدوم قبيلة آل مرة إلى المكهب العمارة الطينية هي الشاهد الحي على التاريخ والحضارة الإنسانية والمباني الطينية هذه تعرف عند أهل المنطقة بالخرائب أو الخربة لأنها عبارة عن مباني طينية متهدمة وكلها تعود إلى الفترة الإسلامية يعني أعمارها من ستمائة سنة سبعمائة سنة بهذا الحدود هذه خربة آل عظيمان وهي مبنية من الطين ومتهدمة بواباتها الرئيسية في الجهة الجنوبية وتبلغ أطوالها أربعين متر في ستة وثلاثين متر يوجد بها حصن صغير يحتل ربع مساحة المبنى وله مدخل خاص نلاحظ هنا فتحات الأخشاب مما يعني أن المبنى عبارة عن دورين نلاحظ سمك الجدران هنا سمك الجدار يصل إلى متر أثناء مرور تشيزمن بهذا المبنى عام 1924 كان الإخوان يتخذون من هذا الحصن مسجدا نلاحظ على اليمين هذه الحفر أحدثها نباشين الآثار يبحثون عن الآثار مر بهذا المبنى كل من تشيزمن عام 1924 وفلبي عام 1932 وفي كل الزيارتين لم يكن موجوداً سوى هذا المبنى وعليه كل المباني اللي تحيط بهذا المبنى من غرف وغيره وأبار هي أحدثات بعد عام 1932 لذلك تجد أن هيئة السياحة والآثار وضعت علامات فقط حول هذا المبنى مثل هذه العلامة هذه علامة هيئة السياحة والآثار البيضة اللي موجود حول هذا المبنى عبارة عن غرف متهدمة ويوجد أيضاً بئر كلها زي ما ذكرت كل هذه ملحقات خارج المبنى الأثري السورة الغربي للمبنى ونشاهد داخل بوابة الحصن وزي ما ذكرنا البوابة الرئيسية تقع في الجهة الجنوبية تم تحديد عمر هذه المباني الطينية عن طريق الملتقطات السطحية في الموقع أو حوله مثلاً من أساور، أدوات للزينة، قطع للفخار كل المباني الطينية اللي موجودة في واحد يابرين من خلال الملتقطات تعود إلى الفترة الإسلامية فيلبي أعطى هذا المبنى اسم عويضة آل عظيمان وتشيزمن قبله كان يسمي قصر الخربة الحقيقة ترى الاسم مجرد إضافة فقط ما لا علاقة بالمبنى المبنى هذا قديم أثري بالضبط مثل ما نتكلم عن بعض الآبار في الربع الخالي مثل قلمة عيد عيد ما هو هو اللي حفر القلمة؟ قلمة فاطمة فاطمة ما هي اللي حفرت القلمة؟ لكن تم إضافة أسمائهم لسبب لآخر كأن يكون مثلا نازل على القلمة هذه لفترة فبالتالي نفس الشيء جميع المباني الأثرية اللي موجودة في واحد يابرين مثل قصر بن دحباش قلعة صالح خربة العظيمان هذه مجرد أسماء مضافة شيء الثاني عندما وقف فيلبي على هذا المبنى ذكر أن هذا المبنى اللي هو خربة العظيمان هذه هي عبارة عن ملتقى حزامي نخيل شرق المبنى تسمى حزام الغبة ويملكه شخصين مرموقين من آل مرة هم حمد بن ناطان وسعود بن قرع النخيل لغرب المبنى تسمى أم الفصم ويملكها فيصل المرضف وعايض بن عزرة والأربعة طبعا كلهم من قبيلة الجابر من آل مرة الصورة هذه للمبنى من تصوير تشيزمن عام 1924 والصورة الثانية هذه قبل ثلاثين سنة عام 1993 ليتني ما رحت للغرس في مقضى لزوم والمنازل ليت ما الله قسم لي جيها مستخل والهواجيس خوتني اليوم هيضت عيني وكبدي تجدد كيها شفت مدهار المطاليق وافين السلوم حيما هادي مداهيلها وثريها سارت الأقدام بين المنازل والرسوم من حدود الدار شرقا إلى غربيها كل دارا كان سكانها حر جزوم دي مجالسها وهذا مشبضويها حي ماضين الفعاي القويين العزوم واسنين الليل بها شوفهم يا حيها محتمين الدار وحدودها من كل قوم كم هزيل في ذراهم تكبر نيها ألبقى لله واللي سوى الله ما يدوم كم حد عنها اللي يالي تما يلفيها ليت من ناديتها اليوم للداعي يقوم ربعي اللي مثل بير تناسع طيها عامر أبو النوطان مر بهذا المبنى عام 1924 تشيزمان وأسماه قصر الطويرف والمباني اللي خلف الصورة هي مباني يبرين السكنية التي أقيمت على أنقاض هجرة المرضف التي أنشأها الأمير حامد بن علي المرضف على حياة الملك عبد العزيز رحمهم الله جميعاً لاحظ البوابة جانب الشرقي من المبنى هذا الجزء المتهدم يتضح في صورة تشيزمان عند مرة بالمبنى لاحظ الشروخ كانت تنذر بسقوط هذا الجزء يبلغ سمك الجدار 70 صانتي واللاحظ فتحات الأخشاب اللي تقترح أنه كان المبنى عبارة عن دورين الشرخ الطولي في الجدار والفتحات الأخشاب هي نفسها اللي تظهر في صورة تشيزمان عام 1924 اللي التقطها من داخل المبنى تم تحديد عمر المبنى من خلال الملتقطات السطحية وبعض الكسر الفخار بأنها تعود إلى الفترة الإسلامية هناك من يرى أن هذه المباني الطينية هي من آثار قبيلة بني تميم تلك القبيلة العربية العريقة العظيمة لأنها سكنت واحة يبرين لأكثر من 500 سنة منذ العصر الجاهلي حتى القرن الرابع الهجري عندما أخرجها القرامطة من يبرين لكن ما في شيء يؤكد أن هذه الآثار تعود إليهم استيطانهم صحيح وبنتكلم بفيديو ثاني عن الاستيطان البشري في يبرين هذه نخيل أم النصي وتقع في جنوب واحة يبرين وتتبع لقلعة أم النصي قلعة بجوارها تمثل موقع عسكري للمراقبة والدفاع في جنوب واحة يبرين هذه قلعة من النصي وتحتوي على خمسة أبراج متمركزة على أسوار المبنى كمية الركام بيين لك حجم البرج ضخامته فأصغرها هو رقم ثلاثة يوجد أيضا حصن داخلي أو غرفة تبلغ أطوال هذه الغرفة أو الحصن 13 متر في 13 متر الآن بعد رؤيتنا لهذه المباني الخريبة في واحة يبرين يكون هناك في سؤالين مهمين السؤال الأول من هم أصحاب هذه المباني؟ من اللي بناها؟ والسؤال الثاني كم عمر هذه المباني؟ نحتاج للإجابة على هذين السؤالين عشان نجاوب على السؤالين محتاج قياس مباشر أخذ عيناتهم من هذه المباني ومحتاج إلى نبش تربة يبرين ترجمة نانسي قنقر